السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم اسمعوا هذا معناه اني فايق اسمعت الصوت ما عرف هذا شو شو هذا عصير سين صاد اه منعنش بطعم التوت انا زين شو سوينا اخر مرة سوينا منطقة بترولية منطقة البترولية قامت الدر علينا على قولتهم ذهب ونحن الحين عنا هدف نلعب بالملايين صح؟ خلنا دخل على المصانع تشوف المنطقة البترولية قاعد دخل فلوس بالاضافة واتطورت توها بعد بالاضافة الى منطقة الزراعية ستدخل علينا فلوسه شوية لمنطقة الاسماك تدخل تخسر الدخل كلهم يدخلون من حين الى حين المنطقة المثالية حق المصانع انا حصلت هاي المنطقة كمنطقة مثالية ليش؟ يغذيها المنطقة الزراعية اللي رح على اغلب تمتد لينه هني بتكون منطقة زراعية ممكن توصل لينه هني وعندنا بيغذيها منطقة من الجبال على اغلب هني منطقة معادن معادن احس اني ابقى اسويها في الجبال واردي موجودة مش موجودة عندنا paint brush نفس ما سوينا في الاول اساسي ناسبنا على تضاريس اهني سوينا منطقة سحراوية بسيطة معانا مش شوية اراكب على المكان بس احس كتفرقة ديزاين حلوة نفس فكرة الارضية هاي ننزل فكرة المنطقة وايد سهلة راح تكون شوارع صغيرة اربع سيدات اوكي انا كبرت شوي الشوارع طبعا وبعض الاشياء انظمتها اه لا 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 ونزلت round about builder tool اللي هو هذا واتمنى مع round builder tool هذا نحصل كم المتابع زيادة نوصل للعشر تالاف ان شاء الله فاذا عايب انك الفيديو وتحس ان المشاريع اللي نسويها ضخمة وجميلة فرجاء وليس امرا نشارك الفيديو مع من تحب لي تابعي القناة وباذن الله المشاريع راح تستمر بزيادة بزيادة وطبعا نشغل ال temp e ونسويه بالطريقة هاي الحين هذا المكان بناخذ جزء منه كمنطقة صناعية ليش اول شي عندي هايوي كنت تفكر احطي هني المصانع بس اه غيرت رايي ما عنا مكان حلو عفكر اه مكان حلو جيد جدا ننزل ابقى احطي المصانع هني اه مكان استراتيجي عندنا عندنا قطار عندنا كل شيء ممكن نبدأ ان نشل الشجر اللي موجود في المنطقة لان هاي المنطقة راح تكون اه خلنا نقول كونكريت خام على اغلب ما راح يكون فيها شير ما راح يكون فيها اي شي كلها كامل كونكريت وجدامها فاسيليتيز ما لها يمكن نسوي منطقة سكنية ومول صغير هنا على اساس نزين المكان هذا نزين الحين بنسوي المكان هذا عبارة عن قلنا كونكريت خلنا نسوي بطريقة هاي وبنشبك المكان وبنسوي شوي ليش هالك مشيره موجوده اوكي نزين هالمكان عبارة عن منطقة صناعية كونكريت بالكامل وبنبدأ نعدلها شوي شوي ممكن نسوي لها اه منطقة صغيرة المصانع ترا كبيرة فانا مش متأكد من استيعابية المكان الصراحة للمصانع امية بالامية ولكن عندي قطار شحن الصوب الثاني وما بقى ازحم الدبور هذا اصلا زحمه وما بقى ازحم زيادة فبنحاول نعتمد على طول على موضوع القطارات القطارات موضوعهم ترا طويلة شوي انا لو كبرت البرش والله كنت افتكيت من هذا كله لكن مرات المخ ما يشتغل بشكل صحيح فيها شو هني شيره هني باي اه ليش اه هذي ليست شجرة هذي هي حصات نزين الحين اللي بيصير كالتالي نبا قطار القطار بعد راح يكون اه بسوي على لين واحد تعرفون انتم موضوع لين الواحد نحنا لازم نعتمد اشياء باللين واحد بالطريقة هذي وبننزل له خط من فوق لين تحت اذا امكن حاليا نازم تشوف المساحات اللي عندي وننزل قطار الشحن بالطريقة هذي وننزل قطار نقل طابقين بالطريقة هاي الحين ليش اعرف في حد بيسألني ليش لان نحنا نحتاج حاليا شغلتين مش شغلة واحدة صح فالفكرة العامة حاليا اذا اييب هذي لحظة خلنا نسوي شوي مايل بالطريقة هاي نقدر نوصله بالطريقة هاي وعندنا وهني انثناء بسيط طبعا عنا الموف التول ما يقصر بالطريقة هاي نزيل ونرجع السكة مالنا وين ما كانت الحين الشارع راح يتأقلم مع منه مع القطار وليس العكس بطريقة هاي سوينا امداد جاهز نزيل امداد الماي شي بسيط يعني بنبدأ نمد ماي في المنطقة بدأ مخزون الماي مالنا ينزل شوي لكن هالمنطقة راح تكون صناعية فيها اشياء تجارية فيها امدادات ماء امدادات هليكوبترات اشياء من هذا القبير وقطاره بروحها راح ياخذ حيز طيب ترى هذا القطار بياخذ حيز طيب جدا من المنطقان زين يعني لا تعتقدون هاي المساحة صغيرة من هذا الشارع راح نمد الشارع ثاني ثاني شارع ثالث بالطريقة هاي شوفوا هذا يستوي عنا شبه دوارة هني راح يقعد ولا تقعد عليه الخدمات اللي خلنا نفترض انها تكون تمد المنطقة اوكي بس حوالينها راح يكون الشارع طبيعي اه على اغلب مونوريل مونوريل اللي ممكن امده هني وانوي صراحة ممكن بعد نسوي من الحين بس عندي هالمونوريل وانوي موجود اصلا ما اتصور نقدر نسوي ترى مونوريل على منويل مش قضية بس ممكن امد علي بالطريقة هاي هادي استوت عندنا منطقة مركزية للمكان ادري هي اوف سنتر حاليا اوف سنتر بس اهني بتكون فيها امداد المصانع لان المصانع ما بقى لزقهم في هالمكان ابا الناس تاخذ شوي لفه عن طريق مختلف اللي هو يمكن في الوسط على اغلب لان هني شوفون الزحم اللي عندي كلها الزحمة حق منو على اغلب حق القطار هذا القطار هذا في زحمة على فكرة ممكن نخفف الزحمة من الشارع هذا اذا نسوي بايباس حق القطارات يرجعون بس في اللين هذا يعني مش قطارات عفوا سيارات هي شكليا انا ما احبها فما اسويها ويد لكن مثلا اهني الشارع بالطريقة هاي والله اظن راح تضبط حتى شكليا يا جماعة نزين ونسوي بطريقة هاي المدة ونسوي هني شو نسوي نقدر نحصر المنطقة في مجموعة عشرة اول شي شوفوا فورلين هاي واي حلو نسوي قبل المفترق هذا كان هم يلفون يمين سيد واحد حق اليمين نفس الشوارع العام اللي تعرفونها يعني نزين ونسوي بطريقة هاي فيستوي فيه خط يون منه يلفون يمين ويتوكلوا على الله وهني شو خط مختص لليمين خلاص من هني يون كلهم يبون يلفون المنطقة الصناعية هاي ومن نفس الشي نقدر نسوي مخرج من الصوب الثاني الى منه الى دوار هذا لان هذا الدوار راح يمتد في النهاية صحيح انا عندي الموس يا جماعة انا اعتذر وبشدة عن مساوع الموس مولي وصلنا المطار غصبا عني انزل الحين شو نقدر نسوي هذا الدوار راح يستوي او غصب الشارع صح؟ عساب نطلع الزحمة من المنطقة الصناعية شو نسوي ان ما تشارع هني مثلا بالطريقة هاي في الوسط ونحطي الراوند ابوت بلدر مالنا منزلتمو تصراحة قلت عساب اوفر علينا شوي التعب في التشكيل ونطلع لنا خط من هني شوفوا هذا خط شارعين صح؟ نطلع لنا خط من هني مثلا خلا نختار هذا بالطريقة هاي هنزل ونمسك ثري وي تحيدون عنه هني واحد ثري وي صح؟ اللي هو هذا وندق اباقريدة هني فيستوي عندي كأنه في مخرج فقط هذا فور وي حتى وان وي اه؟ مش ثري وي انا بس ثري وي هنزل كأنه يستوي مخرج بس لتجاهلي من شفتوا اللون على طول تغير هنحطيه من هني ثري وي حق اساسي لتحمون بعد اسهل يدخلون في بعض الشارعين خلصون امورهم من يطلعون انا عندي هني لين الخطار وهذا بيخطف من فوق لين منه القطار نفسه ماذا؟ الحين من وجهة نظر استراتيجية انا لازم اسوي الشوارع مالي فعليا اه مثل ما تقولون طوابق مش بضرورة انها تكون لازم بس من الافضل شوفوا ايه والله مشي ولا بدي يعني بس اظنني ممكن يمشي لا فشو بنسوي نشل منه الموف التول من اهني وندق على النقطة تشوفوا الحركة تعلموها حلو تسوون بوينت بذر حلو تدقون على هذا التول مثلث بعدين ندقون هايت اوبجكت يعني يسوي نفس طول هذا شوفوا الحين القطار اذا ما طاف من اهني انا ممكن بعدين انزل يعني الشسمة شوية ترا عادي بالطريقة هاي وننزل حبه ونوصل على طول فمنه ننزل بعد حبه بالطريقة هادي الحين نبقى نلفة لفة حلوة يعني مش بالطريقة هاي مثلا بالطريقة هاي ممكن دخلها بالطريقة هاي بالطريقة هاي خلقنا شبه اختصار او مكان على اساس الزحمة تتوزع المفروض ان ستي سكايلين تحب توزيع الزحمة نظريا شوفوا اول سيارة قامت التي سبورت كار ما بلازم يكون الزحمة عالية وايد على التقاطع هذا بشكل جرامي يعني بس شوفوا ايون الشاحنات مثلا لتبي الخط هذا فتخفف من عندي الزحمة هني شوف كيف الشارع قام يمشي على اساس شو سوينا باي باس يرجعون من شارع مختلف وبعد ممكن ممدة في اماكن ثاني عفا كرا ممكن يروح هناك ممكن يروح هناك ما عنا مشكلة نحن في الثيم اللي هو شارع فوق شارع الثيم الياباني قدر الامكان يا عقولتهم ننزل نرجع لمنطقتنا اللي في الاساس قاعدين نبني هاللي هاي شوفوا يعني انا ما وصلت للقطار ولا شي بس شوفوا هذا هني زحمة اللي هو المترو ما للناس الحين شو نسوي ننزل شارع هني ونرفع شارع وين نرفع شارع تصور هني بيكون حلو بس هني شو المشكلة اللي هني بس انه محتاجين نسوي شوي متقوس بالعكس على اساس يكون فنان بالطريقة هاي فصار عندي شارع شحن الحين وقطار شو اه اختار غير شحن انزلنا الحين عندي في العماير في عماير ترى صناعية اوكي في عماير غير صناعية فبنحطي شي من العماير الصناعية اذا وجدت والله هذي status of industry وين سارت هذي هاي شوبنك ايه ممكن نحطي transportation HQ اهني مكان في الوسط اذا اقدر شو اسوي اقدر امت شارع صغير من عنده هناك زين يحاوط المكان وهذا المكان من الاماكن شو اسوي في اسوي مكان اسوي الشارع كلها بسيكل ايوه هذا شوفوا بس هذا مش التجاهين بس مشكلة المونوريل اللي هو هذا هذا كابل كر هذا اقدر امده هي اقدر امده هل هذا راح يخرب علي طبيعي هذا معنى انا ابو ايب مونوريل المونوريل مالي راح يكون في منطقة شبه حيادية عند منه عند هالقطارين الحين هذا كارغو هذا يشيل حمولة هذا يشيل ناس اهني انا مش مهتم مني اسرع ان احط المونوريل اوكي فشو بنسوي بنمد اول شي الشارع الجانبي حق منه حق هذا المكان اوكي بالطريقة هذه ايوه مطلع منهم اماكن بالطريقة هذه الحين المونوريل مالي نفسه راح يركب عند منه على فكرة هني اقدر اصلا اني اركب على هاي اللي يعني الريدي اكيوبايد لا اللي هو ننزين الحين هنقدر نحط المونوريل نفسه وفي مونوريل لاين هذا اللي بنستخلق فيه خطوط الدوران ننزين حينما نحطي مونوريل عند العمارة هذي تقريبا ننزين ونحاول نسوينا البصرة العجيبة هني لا 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 اتزاع عني لا اتزاع عني زين اذا تشيز سارفة نبا اللي هو بلت انا الفيديو جميل شو سابورس بعد سابورس لو ترافك مشكلة كله لو ترافك يعني لو اسوي هني ابقريد هذا هذي بعد مشكلة بحد ذاته بس المونوريل مفروض بحد ذاته يخفف الزحمة اثرا يعني فعليا يعني فمفروض ما احاتي وايد انزين هذا بخصوص الشارع بخصوص هذا هذا موضوع اخر ليش يا اخي بيطلع عرض انا هذا اللي مؤداني الطريقة هاي هذا ما راح يتوصل اهني اذا ممكن افضل اني اسوي هذاك نفس الطريقة سمت الكل شوفوا الطريقة هاي نحطي بطريقة هاي ونحطي هذا الطريقة هاي نحن شو سوينا سوينا مكان انطلاقة ليش مكان انطلاقة لان هذا راح يحوي في الاساس الهاي كباسيتي شو فاير ستيشن اوكي وجنبه بالضبط راح يحوي منه الهاي كباسيتي بوليس ستيشن صغير يا اخي هذا سجن ما بحط اسجي في نصف المدينة اي جماعة هايير كباسيتي بوليس شو هليكوبتر اوكي هذا ما عليك منطقة صناعية يعني طاف نزين ونحطي الهايير كباسيتي بوليس ستيشن في ويه الفاير ستيشن نزين ونحطي اللي هو الهليكوبتر دي بوت ما لها ما نبقى ما المطار نبقى ما نبقى بالطريقة هاي نزين الحين هايير ما يستوي يكونون على كونكريت اصلا مش عادلت راعي فكرة يعني نزين هايير بنبدأ اخليهم على حشيش الطريقة هاي شوفوا صح زين هذا يمكن يكون كونكريت الباقي لا هذا لانها هليكوبتر دي بوت هذا شوفي ليش نازل هذا ولا ما ارتفع مبنى نازل ولا يتهيئ ليه هين مبنى نازل ليش تو ترين هايت ممكن شوي احسن نزيل اه طبعا بدل اضافة الحدايق هني بما انه دوام رسمي بنحطي لهم ما ينفع ما في مكان باركينغز بنحطي اصلا هني الشير اوكي برشة نبقى الشير هذا انا احبه صراحة بالطريقة هاي عشوائي ما يضل ترى الطريقة هاي ننزل شير بخصوصا ان الشير طلع عندي في نص الشارع شوي من باب الزينة وبنحطي عندهم ما انا بخدمات ثانية حاليا لكن اللي هي سوموتوريوم اللي هي هاي نحطيها هني في الزاوية حبه وفي الزاوية هني حبه وعننا الهاير كباسي هسبيتل راح نستعمله في مكان من الماكن زين ليش؟ لاننا نحن نتكلم عن ميجا ستركتر الحين راح نبني قريبا شو مصنعة هني صح؟ المصنع هذا شو راح يكون؟ مصنع ضخم بنشوف الحين شو نوع المصنع حسب المنتجات اللي عندنا لكن الفكرة العامة المصنع راح يكون مصنع ضخم مهم الأرض ما صوت هسيدة نسبييا صراحة بس اسو كASS الخلZ الفكتوريز اللي عندنا نحن نتكلم عن ميجا فاكتوريز فعليا فيحتاج شوي تخطيط الوضع الحين عندنا بيكري اللي هي الخباز الخباز ندي نحطيه في المسرعة وخلاص فهو نتعبع مرة ونحطيه هنا وعندنا اشياء تصنيع البيت هذي نصنع مصناعات البترولية حلو وعندنا مصنع علعب يحتاج خشب واشياء ثاني وعندنا اللومنيت فاكتوري يحتاج زجاج وكروب عندنا كلوثنج فاكتوري يحتاج بلاستيك وكروب ولحم الحين شي نفس هذا شوفوا ليش قلت لكم ميجا فاكتوري يحتاج يكون على شارع بروحها والحين كل الاشياء راح تتيه حقه من وين من المصانع هاي وبالطريقة هذي صار عندنا شو مصنع شوفوا الحين هذا ما يحتاج يكون مونوريل صراحة فهذا خلونا نخليه اربع شوارع بالطريقة هاي مونوريل مستهدف اماكن معين المفروض فما باء اخربها في مونوريل بيكون جدامة بس ما يحتاج لين واحد نحن بنطلع بالراح عرفتوا منزل بنرجع للمونوريل عشان يوصل الناس لقلب منه المصانع من على غلب هذي الجهات كفي دو نحطيها فريستاندنج بعد احسن طريقة هاي احسن بنوقف تاكسي ولا شي فيها ولا باص بيكون مثالي ونحطي جنبها دكاكين شوية بيكون افضل ويد وخلنا نوصل الشارع هذا هذا الشارع وخلنا نوصل هذا الشارع هذا الشارع بطريقة هاي الحين اللي بيستوي عنا هذا وهذا واستوي عنا في المونوريل الحين نقطة انتقالية واحد الى الثانين والرجوع طبعا انا هاي المنطقة ما طاعت تسوي فحاول نوصلها حاليا ما بتاع بعمله في الموضوع هذا بعدين بتشوف لتصلح صراحة انا ننزل لان بنهتم في المصنع الحين المصنع محتاج الى ثلاث اشياء اساسية شو ثلاث اشياء اساسية بتكون وثلاث اشياء هاي شو بنسوي كيف بننبلها بننبلنا خط من هذا المكان بعدين يدخل سنجل لان سنجل لان هذا هدف ينزل اشياء للمصنع ويتوكل لا اكثر ولا اقل شوفوا الحين هذا الخط صح الحين نروح على المستودعات المستودعات اللي عندنا نخدم مجموعة اهداف وير هاوس يارد السمول وير هاوس يارد ميديم و لارج في احجام بعد العودة بس ان احنا ما نحتاجهم نستعمل الصغير واحد اثنين ثلاثة هاي فوق الكفاية حق تسوي انتاج حق هاي ليش لان واحد راح يشل بلاستيك واحد راح يشل اللي هو الزراعة ليش بس ليش الاخير مش موجود هذا اللي انا مش مش قادر ما علي ما تتخليه بحالة براية ننزل الحين هذا الشارع في ماتيريا صح يعني المستودعات قاعد يدي لها اشياء صح الحين هذا يسيطلع اشياء القطار هذا فياخذون لفة ويروحون وين ينزلون الساموان هني والمصنع يستفيد من الساموان والمصنع يقدر يصدر بشكل مباشر ليش باب المصنع هني صح نقدر انحطي لها وان واي لاي نزين بالطريقة هاي هاي وان واي اللي هو الشارع وننزلها بالطريقة هاي ويستوي يخدم منه القطارات بعد بشكل مباشر بدون اي تدخل خارجي يعني بدون ما يصير شوارع ثاني هاي يخفف لنا الزحمة شوي تخفيف الزحمة شيء اساسي والمصنع ترا انتاجها قوي من المنتجات يعني اذا هذا بدأ يطلع فلوس بيطلع فلوس ما عرفتو بس الحين ما عنده شو الوحدات اللي يحتاجك لها بس الفكرة المفروض القطارات تلعب دور كبير في نقل البضايع من هذا المكان لذاك المكان الحين اللي بنحتاج نسوي نحطي هني مجموعة اشياء يعني انا يظن اللي هني ما يكفون الكروبس وهالاشياء عرفتو فشو بنسوي بنحطي بيوت بلاستيكية اكبر في اخر شيء الاندستري اريا الريدي موجود لين اخر شيء منزيل فبالنيب المزارع محتاجينها نحن يسوون انتاج عالي فاللي راح نسويه كالتالي النيب البك ميديم اللارج اللارج فيلز اللارج فيلز راح نصفن بالطريقة هاي فراح استغني عن الشارع هذا بالطريقة هاي انزين وبالنيب الشارع انزين بيروح حول المنوح حول يا الله يا جماعة بديت انسى وايد اشياء حول المزارع لم تشيب ولا ما عرف شو قام يستويه لكن ان شاء الله ما انسى يعني فالحين بالنيب يا الله انت بتنشيب لي في حياتي ليش ليش ايوه عسل بالطريقة هاذا خلينا نمده جدا ونمد منه الشارع والشارع هذا بي نحن بيروح للشارع هذا بدون مشاكل يعني بيرجع عرفتم نت انف اللي هو الرو ماتيريال هاذا بسيطة عنا برش نحن فرتال لاند نسوي تيه نسوي المنطقة كل ابوها فرتال لاند ها عساس ما تزعلون سوبر فرتال اوكي طبعا انا احب الگرين هاوس فبننتج غرين هاوس هني بالطريقة هاذي نحاولها ونحطي لنا السايلو الكبار شوي لانا ما عندنا السايلو كبار عندنا احيدة كم واحد صغير فبنبدلهم بكم واحد اكبر بالطريقة هاي وهاي للسايلوز عمرهم الافتراضي عندنا خلص يقدرون يون يعبون هاي من الكروب فيلد اللي موجود ويروحون لوين لهناك طبعا هذا راح ينتجون تسلحينا اكثر وايد مفروض حتى الجماعة اللي عندنا قاعدين تجون ما يخسرون وايد والشي زيادة اللي نبانحن حاليا اللي هو البيكري البيكري من ضمن الفاكتوريز بس كل اللي يحتاجه البيكري شو اللي هو المنتجات اللي موجودة هني وعننا الفلاور من الموجود شغال من فترة فهذا بحطيه عند القطر على اساس يكون اسهل شي يوصل له على طول القطر ننزل هذا عندنا شوف الفلاور من الشغال اوكي بس المنتجات الحيوانية ترى لازم نحطي مزارة حيوانية نفس اللي هني يبالهم شي يسمونه سلوتر هاوس سلوتر هاوس اللي هو اللحام يعني ولا القصة ولا هاي نزيل سلوتر هاوس هني نبقى نحطي سلوتر هاوس واي اللي سلوتر هاوس ما حيدي ابتاخذ هالكثر مناحة مناحة فاختوغطيخ مساحة بنحطي قريب الرابع هني واحد مفروض يكفي نظريا نزيل بس مفروض يحول كربعة زايد الى أنمال فرودكتس وشو يعطينا ويعطينا اللي نحتاجه وحاجتنا طبعا نحن حاليا هي الأنمال بردكتس وشوي زيادة من من الأشياء الزراعية وبنحتاج نحطي كم من ميديم اللي هو مال الحيوانات اللارج ما اظنى يركب مكان بالضبط فبنحطي ميديم بنستغل مساحة الضايع في عندي مساحة الضايع انا متأكد هني بالطريقة هاي ونحطي الميديم ولا بالطريقة هاي هني ثنينة فزاد عنا كمية المزارع الحيوانية اللي عنا ممكن نحولها شي باي شي نبا انا اقول نحولها ما عرف ليش بس خلنا نسويهم الزارع بقر نيب بقر واقيو ولا شي من هالقبيل وهي اللي راح يستعملون كروبس كروبس عندنا مفروض قاعد يسوي شوفوا قاعد يزيد معناه نحنا امورنا طيبة القطار هذا مفروض يصدرها للمناطق الصناعية اللي موجودة ويبلهم اللي يحتاجونه بشكل عامعني فهذا شغال انتاج مفروض نظريا كروبس ما عنده مزين ممكن نحل الموضوع بشي قريب منه ترى بس الكروبس مبفي هذا يتسوي الكروبس الغلطة اللي انا سويتها اقدر احطي اذا اقدر احطي هذا هني يبون كروبس حقهم هني فبيحتاجون يستوردون ولا كروبس التي من هناك لهني بطريقة من الطرق بس بيبون يعني ليش لانه هذي اللي قاموا يتعبون كستوك شوي الحين اللي نحنا نحتاجه شوي هذا شوي انتاج لنا بلاستيك اللي هو نحنا الحين بترول عنا كميات منه فلازم نبدأ ننتج بترول زيادة ليش قلت لكم انا الحين هذا ما صنع ذهب لانه ما صنع الذهب يبت بدأون تركبون الأشياء المنتنس بلدنك انا ما حطيتها يا جماعة هذا مبنى الصيانة فسامحوني عادي بحطي هنا عادي في الوسطة طبا يكون شوي نزعنا الحين نحنا نبقى اللي هو بترو كيميكالس بترو كيميكالس راح مش هذا بترو كيميكالس هذي يسوينا البلاستيك وهذي يسوينا اللايت اويل نحنا اللايت اويل بعد يستوي من الاويل السلاج ويستوي من هذا هذا كم سعره يعني بالله عليكم نواقف عثر التلف بالله عليكم الحين استوى عندنا مصنعين وعندنا بترو يعني راح ينتجون ما عليكم لان هذا شوفوا هذا مفروض من الاساسيات اللي عندي متوقف من ينتجون ثياب امورنا طيبة عرفتو؟ هي الفكرة كلها في انتاج الثياب حاليا فاتوقع انها عادي يعني ما في مشاكلوا خاصة ان هنا مفروض يبدأ ينحط فيه كرب شووا مانين يبدأ ينحط فيه كرب امور طيبة شوفوا الاحنا شوارع الى فى الوسط قامت تستعمل بشكل مكثف اكثر وبما انها صار عنا um وعننا شوارع بديلة مفروض الوضع يتعدل نوعا ما بس بنشوف الوضع يعني هذا الشارع هذا هذا مصيبة انا مرات احسل واشل هالتقاطع افضل او هالتقاطع واحد فيها ممسوي لي مصايب بس مشكلة المكان حي ما بقى اخربة يعني هاي الفكرة مشكلة المكان حي احني شو عندنا اوكي هاي اللي يبونوا يرجعون هني داخله خلنا نشوف الحين المصانع معنا منطقة المصانع معنا طبعا بيستوي شوي تغييرات حبة 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 تغييرات بيستوي طبيعيا هنزا خلنا نحطي لهم هني موظفين قاعدين بدون باركينغز لاحد يحتشر على الباركنات ها حق الموظفين هم حلاك بتروح من دوان ما تحسروا باركين يومان احطي باركين حق المساكين هاي التتعلون والله تحتشرون علي نحن ما في مكان احني ما في مكان احني ما في مكان احني ما في مكان نحطي لهم فاسيليتيز شوية هذا المكان تقريبا نغطى كل الخدمات اللي يحتاجها لكن مكان نفس هذا اولا يحتاج دكاكين فالدكاكين راح تكون الصغيرة بحط هني دكاكين بالطريقة هاي وهني مشروع سيء ان يكون في دكان هني ممكن يكون في دكان هني ممكن يكون في دكان اوكي هني في الوسط مفروض نحط فاسيليتي ثانية طبعا في بيكون هني على اغلب مترو للمعلومة فقط يعني على اغلب بحطي مترو هني هنزيل الفكرة انه نحن نحتاج بعد نشوف اذا عنا نقدر نصنع شي زيادة مثلا يعني مثلا هذا ما نقدر نصنع هذا ما نقدر نصنع نحن نحتاج معادن معادن هي تنتج لنا باقي الاشياء هنزيل ها شي حاطيني مثلا شو نقدر نصنع بشكل عام هذا المصنع مفروض مفروض نظري انه بدأ يدخلنا ذهب يعني شوفوا فاكتوريز الحين عليهم كوست عالي لكن من يبيع يطير من يبيع يطير من يبيع يطير وطبعا لكل مصنع اعدادات مفروض خاصة حلو يعني production rate اقدر اوصلها 200% عادي 150% دام عندي المنتجات هني قاعدة معناه انا اقدر اصنعها بنسبة اعلى ليش انا عندي المنتجات واقفة صح ولا لا فدام المنتجات عندي موجودة اقدر ازيد الانتاج بس مشكلة اذا ما عندك شي معين ناقص تتعب نفسيا مثلا كروبس عندي هذا عندي بلاستيك شوي يمكن ينقص على 150% بس هذا مفروض يبدأ ينتجري انتاج عالي هذا بخلي يشتغل خلص خلو يشتغل نحن الحين تقلنا من هذا الى مصانع الحين بيتمين لها منطقة سكنية هني او منطقة سكنية هني لكن الاحتمال الاكبر ترى شو الحين المعضلة الاخيرة قبل نسكر الحلقة انا باوصل حاليا اللي هو الميجا بولس 80 الف من اوصل 80 الف يفتح لي كل شي باقي عندي خلص بعدين نبدأ ان ننتج على راحتنا وعلى اساس اوصل 80 الف لازم نسوي مناطق هني سكنية جنب المصانع اول شي بيخدمون هذا المكان فعليا وبيخدمون منه المصانع وكل حد عسبتي بيكون فيه اكثر من مترو هني مترو ثلاثي على الاغلب واشياء ثانية اه هذا كان مجمل الحلقة دمتم سالمين ان شاء الله ومشكرين على الدعم ومشكرين على كل شي وحاشركم في موضوع العشرة الاف اه مشترك لكن تعرفون قناة يمكننا بنطورها انا بنزيد فيها ونشوفكم ان شاء الله اه على خير في حلقات قادمة شكرا شكرا